السلام عليكم ورحمة الله تكلمنا عن عملية البلورة ونتكلم الآن عن خاصية هامة جدا للبلورات المتكونة حقيقة أهم خاصية ينبغي النظر إليها هي الدمسة كثافة البلورات دائما تختلف بصورة كبيرة من المحلول الأم الذي تكونت منه وفي الأغلب هذه البلورات تكون أخفة من السائل الذي تكونت منه فبالنظر مثلا إلى الثلج نجد بأن البلورات الثلج إذا أضفنا قطعة سلج إلى ماء تطفو هذه البلورات فبصورة عامة البلورات تكون أقل من السائل الذي تكونت منه لماذا؟ حقيقة أثناء تكوين البلورات تتراص الجزيئات المكونة لهذا السائل بطريقة هندسية معينة زي ما شفناها في الفيديوهات في المحاضرات السابقة وأثناء حركة هذه البلورات وتراصها مع بعضها البعض أحيانا نتحصل على حجز قدر وأحجام من الفراغ أو حجز قدر وكمية من البخار داخل هذه البلورات مما يقلل من الكثافة هذه البلورات وأيضا تتركز معظم هذه الموistures on the surface it is usually adhered on the surface of the crystals resulting in a lighter crystals than the liquid it is originally came from أحجز الظهر